عدة قياسات كده نقدر نقيم بيها الدول بشكل عام نهاردة لما نقول انه احترام المرأة وتمكنها ودوي القدرات الخاصة وتمكنهم وإدماجهم في المجتمع بشكل لائق يستحقوه كجزء أصيل من النسيج الوطني كبار السن كمان تمكين الشباب كل دي أدلة ومؤشرات على مدى تقدم ورقي وتحضر أي دولة في العالم وهو شوية عند موضوع الشباب اقبال الشباب على الاستحققات الدستورية منشوف ان هو دليل مهم على ان احنا نسير في الطريق الصحيح في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف واحد لكل المصريين الفترة اللي جاية الرهان على ايه انا هتكد ان المشروع التنموي للرئيس سيستكمل الفترة القادمة الشباب سيتولوا مناصب أعلى سيزداد عددهم بشكل كبير واللي هميني في اللي حرارك قلتيه فيما يمثل الرقي وعلامات التحضر اللي هو دعم المرأة ودعم الشباب ودعم القادرون باختلاف او متحد الاعقة اللي هميني في الموضوع هو ايمان الدولة بيهم مش انها مجرد انها بتعملهم عشان تقول للخارج والله احنا بندعم الشباب او بندعم لا الايمان الحقيقي بالدولة بيهم عشان كده تلاقي ان معظم الحاجات اللي بتمسوهم بيتم تنفيذها سريعا جدا وبأعلى كفاءة ممكنة يعني شفنا مثلا رايس لما تبقىنا موضوع القادرون باختلافه المؤتمر اللي كان بيبقى حريص عليه كل سنة اللي كانت بتنظمه المهندسة امل مبادة كان المؤتمر رائع مصر كلها بتهتم من تشوفه وجهة نظر ان مصر كلها في متحد الاعاقة تغيرت هم كمان الشباب بقى عندهم طموح ان هم يعملوا حاجات افضل من كده ويخشوا بطولات وغير ذلك ويخشوا مجالات متعددة تعالي بقى للمرأة نفس القصة المرأة الدعم اللي خدته المرأة في الفترات اللي فاتت ده دعم كبير جدا وشوفنا سيدات مش مجرد ان احنا بنحط سيدات في المناصب والدولة بتحط سيدات في المناصب لمجرد زينة تقول ان انا عندي مثلا ست وزيرات او تعلق بنتكلم على درجة من الكفاءة موجودة درجة من الكفاءة بتنفس بها الرجل درجة من الكفاءة تستحقها لكن انت اديتها الفرصة بالنسبة للشباب نفس القصة فده اللي يهمني انه هناك ايمان لدى الرئيس ولدى النظام بدور المرأة باهمية الشباب في هذا التوقيت لانه سيقود البلد في المستقبل بالفئات الخاصة زي قدرون باختلاف او متحد الاعاقة وغيرها وعشان كده بنقول باريحية شديدة احنا في عصر التنمية المستدامة العصر الذهبي للمرأة المصرية احنا مش بنعمل علشان احنا بنوري للعالم او بنسبة شيء احنا لسنا ولن نكون ابدا في محل التهام حتى يعني نحاول ان احنا ندافع عن نفسنا وصعب ان حد ومستحيل حد يحطينا في النحية دي لكن ساعات بلاقي انه في بعض الناس بشكل من الاشكال السلبية الحقيقة الغريبة لم ولن استطيع اشكك في وطنية حد بس هو يعتبر سلوكي يمكن قولك هي جات عليها هو انا يعني صوت اللي هيفرق طب ما نتيجة معروفة الناس دي ترد عليها تقولهم بقولهم يعني هي ما زي ما انت بتبص النفس اللي جات عليك طب ما تبص للراجل جارك او اخوك او اللي راح يعني ليه هو برضو ما هو لو نفس السلوك وعمل نفس السلوكك ما يبقى كده خلاص يعني ما فيش انتخابات فما نحملش بعض اكتر مما يجب يعني كل واحد عليه واجب وعليه وليه حق ان يروح ينتخب يروح انتهي بس دي مش عاجبك فلان انتخب فلان تاني عندك اربعة ومنهم يعني تلاتة رؤوساء احزاب كبار وعندهم تبصيل في البرلمان كبير في اختلافات في البرامج يعني في اختلافات يعني في ناس عندها برنامج مختلفة تماما عن برنامج الرئيس الحالي فمش معقولة كل دول مش عاجبينك يعني فروح ودي صوتك ولو انت مختلف مع حاجة وبالعكس عشان كمان يبقى صوتك دار سالة ان مثلا الحتة دي مش مضبوط فالناس يبدأ نرتب يعني نحل البيانات على التصويت لكن الناس مش هتحل البيانات على الفراغ ان انت ما روحتش وزيلا اني ما شاء الله عدد كبيرة راحت والعاية الوطنية الانتخابات عاملة جهد كبير في التسهيل والتيسير في الدخول دلوقتي العملية يعني الناس بقت تختار اللي جان جنب البيت ولو عايز تغيرها بعيدة شوية يعني المصريين في الخارج مسلا عملوا جهد كبير وسفروا مئات كيلو مترات عشان يروحوا يسوطوا احنا هنا يعني اقصى واحد هيبقى المدرسة بعيدة عنه 2 كيلو 3 كيلو يعني انك بزي بقولك مثلا ممكن في ناس اللي هي 500 كيلو في امريكا انت عارف الناس لان ما فيش مقر واحد ففي كندا نفس الكصة في سعودية برضو نفس الكصة لكن فالناس بس تبقى مدركة لان البلد بلدنا كلنا طب مش معنا ليه واحد طبعا طبعا انت منام انت قررت ان انت ما تروحش وغيرك يروح طبعا ليه لو وغيرك عمل نفس الكرار انت ممكن تزعل منه صحيح فخلينا والانتخابات فيها حالة من الفرح على ان مش عارف ليه بس المصريين بيتعاملوا مع الانتخابات دايما بحالة فرحة ذاتها الانتخابات الرئاسية والدستور ممكن في الانتخابات البلد منية لان الصراعات بتبقى كتيرة فممكن ما تبقاش فيها بيكون فيها استخطوات كتيرة طبعا شيء طبعا لكن الانتخابات الرئاسية انا بعتقد ان الناس بتنزل أسر يعني اولاده او اولاده بياخدوه وبيروح ينتخبه بتاعه ودلوقتي اللي كان كمان ما بقتش زي زمان سيدات ورجال المدارس كان زمان يعني مدرسة لكده 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 لأ دلوقتي العملية بسيطة التنظيم سهل العملية بتاخدش وقت من دقيقة لدقيقة ونص يمكن ده المتوسط اللي انا سمعت يعني العملية بتاخدش وقت حتى لو وقفت طبور نص ساعة لما كسلنا نقف طبور في 2012 الاخوان جم لان هما اقلية منظمة قدرت تسيطر على اغلبية كبيرة كسلانة او مش منظمة لان المرسي نجح في المرة او ناية بخمسة مليون اللي هو دخل بها الاعادة فالخمسة مليون دي قوة الاخوان بالمتعاطفين بكله الخمسة مليون من اجمالي كان بقى دكتور اه لكن في الاعادة اخد 13 مليون لان الناس ما راحتش يعني الناس ما راحتش اللي راح الساحل ساعتها واللي راح بتاعه هو تنصل من المشهد هو محاولة للسلبية طبعا للانسحاب كان وقتها وقدي نتيجة عشان كده بنقول ان الانسان هو نتيجة لاختياراته وقراراته وكذلك الشعوب احوالها وواقعها النهاردة هو نتيجة تركمية جدا لاختياراتها وقراراتها مبارح وبالتالي الخطوة اللي هنعملها النهاردة هي اللي هتقول لنا احوالنا وواقعنا بكرة ومستقبل ولبنا لو انت كمان محتاج تعلم جيل جديد تعلمه يعني ايه تقوله ان فلان الرئيس سيسي نازل معه برنامجه وكذا وعمل كذا وفي مشاكل كذا فريد زهران نازل معه برنامج مختلف تماما وشايف ان السلبات كذا وشايف ان يدري غير كذا عبسانة دي اماما ده حزب الوفد بعركته بليبراليته وافكاره كذا حزب عمر بحزب الشعب الجمهوري اللي عنده اكتر من ستة وخمسين نائب في البلمان وعنده قوادر كتير ويعني افكاره كذا وبرنامجه الاقتصادي كذا فالناس حتى تفهم ومداركها توسع في هذا الامر لان البلد مش هينفع يبنيها تاني اقلية الاغلبية هي اللي تشارك في بناءها